اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكثافة 282 نقطة في البوصة مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 4 مما يجعله مقاوما لخدوش والصدمات وزود بواجهة من نوع Asus Zen UI اما بالنسبة الى الصوت فقد جاء الهاتف مع عدة فتحات مزدوجة من السماعات اسفل الهاتف مما يمنحه صوتا قويا ثالثا الكاميرا الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.0 مع خاصية التركيز الاوتوماتيكي Laser Auto Focus ومع Flash LED وزودة الكاميرا بمستشعر من شركة سوني لسرعة اكبر في الالتخاط ومع خاصية التثبيت البصري مما يمنح المستخدم صورة اوضح عند اهتزاز اليد اثناء التقاط الصور ويمكن الهاتف المصورين المحترفين من التحكم في اعدادات الكاميرا مثل سرعة الالتقاط وحساسية المستشعر للضوء وغيرها اما الكاميرا الامامية فاتت بدقة 5 ميجابيكسل مع خاصية التركيز الاوتوماتيكي بفتحة عدسة 2.0 مما يوفر صورة اوضح في الاضاءة الضعيفة رابعا البطارية البطارية غير قابلة لايزالة بساعة 4100 ميلي امبير تدوم ل720 ساعة في وضع الاستعداد خامسا نظام التشغيل جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع اندرويد مارشميلو 6.0 سادسا التصميم اتى الهاتف مع هيكل معدني واطار معدني ايضا ويوفر للمستخدم الراحة اثناء حمله وجاء موضع مستشعر بصمة الاصابع اسفل الكاميرا الخلفية مما يريح المستخدم اثناء العمل وقد جاء الهاتف بطون 152.6 ميلي متر وبعرض 77.4 ميلي متر وبسماكة 7.7 ميلي متر ويتميز بوزن خفيف 148 سابعا الاتصال والشبكة جاء الهاتف ثنائي الشريحة دول سيم في وضع الاستعداد ويدعم خاصية الواي فاي من نوع 802.11 ويدعم خاصية تحديد المواقع جي بي اس وخاصية البلوتوث وفي النهاية نقدم لكم رأينا في الهاتف جاء الهاتف بمواصفات رائعة ومن اهم ميزاته وجود مستشعر بصمة الاصابع الذي يمكن المستخدم من التقاط الصور والتحكم بالهاتف وجاءت الكاميرا حالية الدقة وزود الهاتف بمايكروفون مزدواج لمنع الضوضاء ويدعم الهاتف خاصية الشحن السريع متوفر الان لدى مركز سوا الموزع المعتمد لجميع منتجات شركة ازوس ترجمة نانسي قنقر